على صعيد آخر وبتوجيهات الملكية سامية وعشية عيد الميلاد المجيد نفذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إنزالا جويا إغاثيا بواسطة مضلات لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس في غزة وبيّن مصدر عسكري مسؤول أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعد إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم ويقدر عدد المحاصرين بهذه الكنيسة نحو 800 مواطن من الرعاية المسيحيين الموجودين داخل القطاع ويعانون من شحن في الطعام ونقص حد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة